اشتركوا في القناة 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 حدث مؤخرا بين نهضة بركان والاتحاد العاصمة كأحد العوامل التي يرغبون في المغادرة وتم تشكيل الاتحاد الأسيوي لكرة القدم عام 1954 ويضم 47 عضو وإذا تم قبول الجزائر سيكون عددهم 48 في رأيك هل يجب على الجزائر البقاء وإعادة النظر في قرارها أم لا؟ الخبر هذا زي كرام لا أساس له من الصحة وما تصدقوش كل ما هو يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وللأسف كانت أوليك مصادر كثيرة شركة هذا الخبر كانت تشاهدون أكتو فود مغريب كذلك أيضا عدنا فود أفريكا كلهما زي كرام بردجوا معنا نفس الخبر بل لأن الاتحاد الجزائري للكرة القدم سينسحب أو سيرحل من الاتحاد الأفريقي للكرة القدم بهي أوليه العق في الاتحاد الأسيوي كما قلت لكم الأخبار هذه المنتشرة لا أساس لها من الصحة بل أن الصحفيين الأفريقين الذين يشاركوا معنا هذه الأخبار وهذه المنشورات وهذه التقارير اللي أكدوا هذا الخبر عزيزي كرام حسب مصادرهم يعني كلهم كانت عندهم سقطات سابقا اتجاه المنتخب الوطني الجزائري خاصة هذا ميكي جونيور كانت عنده سقطة بتغريداته عن المنتخب الوطني الجزائري سابقا وخاصة أنه يميل إلى بعض الجهات راكم عارفين عزيزي كرام كل شيء على كل حال ما تصدقوش كل ما هو يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولكن نحب أن نطرح سؤال وش راكم في هذه الفكرة؟ يعني شفت بزاف ناس يعني بعد القرارات اللي خرجت من الاتحاد الأفريقي اللي كرة القدم اللي ضلمت به اتحاد العاصمة وكذلك أيضا في مبارات الجزائر والكاميرون اللي يعني ضلمنا الحكم باكاري غاساما والكاف ما وقفتش معانا في تلك اللحظة منذ ذلك اليوم أنا نشوف تعليقات سواء في الفيديو هذا اللي بردجها معكم في صدق تعليقات ولا حتى عبر موقع التواصل الاجتماعي نشوف جماهير كثيرة يعني تطالب الاتحاد الجزائر للكرة القدم بالانسحاب من الاتحاد الأفريقي اللي كرة القدم وينضموا إلى الاتحاد الأسيوي يعني كانت هذه بعض مطالب الجماهير مؤخرة فأنتم أكتبون لكم صدق تعليقات ما رأيكم حول هذه الفكرة أنه يعني للعب في الاتحاد الأسيوي ولكن إذا كانت نية هؤلاء الصحفيين أو هؤلاء الإعلاميين هو قرد الاتحاد الجزائري للكرة القدم من الاتحاد الأفريقي لا عزيزي كرام يعني أنا بالنسبة لهنا صامت غلب قبيح وأعتذر على هذا الكلام السوقي عزيزي كرام ولكن ما لازمش يعني نخرج من الاتحاد الأفريقي للكرة القدم بهذه السهولة فما واريكم أنتموا في صدق تعليقات ننتقل حاليا عزيزي كرام إلى الخبر المولي والذي يتعلق بملامح قائمة المنتخب الوطني الجزائري اليوم كشفت لنا مصادر جديدة أنه قائمة المنتخب الوطني الجزائري الموسعة دائما وأبدا ضع قوسين بين كلمة الموسعة هناك كل من رياض محرز متوسط القائمة الموسعة وكذلك يوسف بلايلي وسكاريا دراوي هو متواجد في قائمة المنتخب الوطني الجزائري الموسعة بالإضافة إلى حسين بن عيادة لاعب شباب بالوستاد طبعا يعني حسب المصادر اللي بارتاجات هذه الأخبار شفت بزاف ناس مستئين حول تواجد بعض اللاعبين اللي هم يشوفوهم أنه ما لازمش يتواجدوا في قائمة المنتخب الوطني الجزائري ولكن بغن نوضح نقطة يا جماعة هو أنه هذه القائمة تعتبر قائمة موسعة مش القائمة النهائية اللي في 25 اللاعب القائمة الموسعة يكون فيها في كل منصب حوالي أربع لاعبين فهذه حاجة بين أنك يعني رح يكون عندك لاعبين من البطولة المحلية ولاعبين يلعبوا في الدوزيان ديفيزيو أو لاعبين ما يقدمواش مستوى كبير وحتى ولو كان يكونوا مصابين يعني رح يكونوا في القائمة الموسعة ولكن في القائمة النهائية اللاعبين هذو رح يتغرب له عزي كرام وبالتالي رح يبقى الأفضل فيهم فقط وتواجدها أولئ اللاعبين في القائمة الموسعة أمر منطقة عزي كرام وطبيعي جدا ننتقل حاليا إلى الخبر الموالي عزي كرام رسميا إسماعيل بن ناصر تواجد في التشكيلة المثالية اليوم للدور الإيطالي السيرئة للجولة الثالثة والثلاثون بتنقيط 8.9 منذ من عشر ما شاء الله عودت هذا اللاعب مريحة جدا للجماهير الجزائرية لأنه لاعب يعني صراحة مهم جدا للمنتخب أما بالنسبة لمصطفى الزغبال حارس الثاني للمنتخب الوطني جزائري هو الآخر تألق هذا الأسبوع في الجولة الوحد وثلاثين من الدوري الرشن السعودي ويتواجد في التشكيلة المثالية كما تشاهدون هنا أمامكم ما شاء الله عليهم عزي كرام هؤلاء اللاعبين نختم لكم عزي كرام هذا الفيديو بجواب لبعض الأسئلة اللي كانت تتكرر عندي في صندوق التعليقات وحبيت نجاوب عليها في فيديو أهماني ما نجاوبش عليكم في جميع التعليقات لأنه كانت هناك تعليقات كثيرة وعندها نفس السؤال السؤال اللي تكرر عندي عزي كرام هل ستشهد قائمة المنتخب الوطني جزائري شهر جوانا المقبل تواجد كل من رايان شرقي وميتشا أوليز يعني في هذه القائمة الحقيقة عزي كرام هو أنه يوم الخميس المقبل يوم الخميس المقبل سيكون حاسم جدا لهذين اللاعبين رايان شرقي وكذلك مايكل أوليز حيث سيتم الإعلان والكشف عن قائمة منتخب ديكا ليورو سنة 2024 إذا تم اختيار هؤلاء اللاعبين ووافقوا للعب عن منتخب ديكا فسنقول رسميا ضيعنا لاعبين مهمين جدا كل من رايان شرقي وكذلك مايكل أوليز وفي حال لم يتواجد هذان اللاعبان في القائمة الخاصة بمنتخب فرنسا فسيستحيل عليهم التواجد في قائمة المنتخب الوطني جزائري بين قوسين لشهر جوان للمنتخب الوطني جزائري وذلك بحكم أن الإجراءات الإدارية تأخذ وقت طويل من أجل تغيير الجنسية الرياضية لهؤلاء اللاعبين فمدى بين هؤلاء اللاعبين يعني يكونوا مع المنتخب الوطني جزائري مستقبلا ولكن في شهر جوان أمر مستبعد جدا لأنه ما تحركوش هؤلاء اللاعبين بها يغيروا الجنسية طوالهم من الفرنسي إلى الجزائرية نتكلم عن الجنسية الرياضية والأمور الإدارية تأخذ وقت طويل على الزاكرام ونحن ما باقلناش بزاف وندخله في شهر جوان والقائمة سيتم الإعلان عنها في وقت قريب جدا فبالتالي ما رح يكونوا في قائمة المنتخب الوطني جزائري وهذا بشكل مؤكد على كل حال نتمنى أنه أجبت على هذا السؤال اللي كان يتكرر عندي في صندوق التعليقات بشكل متكرر جدا وكالا هذا الفيديو اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام